بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأخشه اللهم بنورك كما غشيته صحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرش كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأوفياء سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله سر الفتاح بدعاء صورة الإنشراح فتابعوا معي الحلقة على بركة الله فهذا الدعاء الجليل القدر والعظيم النفع الذي سأقدم لكم منسوب للشيخ والعارف بالله إبراهيم أبو خليل رحمة الله ورضوانه عليه وهو دعاء عظيم جليل يقرأ في أي وقت بعد الصلاة على النبي مئة مرة وقراءة صورة الإنشراح سبع مرات وله تجليات عجيبة في جلب الأرزاق والخيرات وتيسير الأمور وتفريج الهموم ولقضاء الحاجات خصوصا لمن كان يعاني من العسر في حياته وكثرة العكوسات والموانع فهذا الدعاء له سر عظيم في فتح الأبواب المغلقة وتسهيل الصعاب بإذن الله شرط المداومة عليه يوميا بصدق ويقين تام في الله سبحانه وتعالى وفي بركة الصورة الكريمة وهذا الدعاء الجليل وهذا نص الدعاء المبارك على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لطريق الحق وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة سبحان الواحد الأحد المنزه عن الشريك والولد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم ألهمنا العمل بما يقربنا إليك واجعل أعمالنا مقبولة لديك بحق من هو أقرب الخلق إليك حبيبك ونبيك ورسولك الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهديت به من اتبعه وصدقه وعززه وأيده فأصبح بسره متمسكا بشرعك قائما وقاعدا بذكرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أرسلت إلينا رسولك بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم اجعله لنا وسيلة إليك وشفيعا لنا بين يديك واشرح اللهم بالعلم صدري وضع عني وذري وارزقني رجدي ويسر لي أمري وأغنني بفضلك وأجزل للأرزاق وحسن للأخلاق يا من على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحتفر إلهي أنت أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الفعال لما يريد اللهم ارزقنا سرا ونورا لا نضل بعده وأسبل علينا سترك الجميل واشفنا من كل داء ورد عنا الأعداء وحقق لنا الرجاء يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لنا وارحمنا وتقبل أعمالنا واعفو عنا واجد علينا يا جواد من بحر جودك يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نشكرك ونتوب إليك ونستغفرك فاجعل لنا يقينا به نوحدك ونذكرك وارزقنا علما ونورا بفضلك وكرمك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وارزقنا لذة حلاوة شرابك ونجنا وآمنا من غضبك وعذابك وارضعنا وهدنا برضاك ورضوانك يا غياث المستغيثين ويا رجاء السائلين وقفنا ببابك فلا تحرمنا جزيل عطائك ويسر لي الذكر مع أحبابك الذين دخلوا في مدلول قولك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فأكرمنا يا مولاي بحق جلال ذاتك ونور صفاتك وبحق كلامك القديم ورسولك النبي الكريم وأنبيائك أجمعين وأوليائك والصالحين وهب لي علما نافعا وقلبا خاشعا لأكون في زمرة المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السراج الوهاج واجعلنا معه صادقين وانفعنا بشرعه القويم وسره المتين إلهي حارة القلوب وزاغة الأبصار واشتد الكرب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يا سلام يا حي يا قيوم يا من يرى حالي ويعلم مكاني أجرني من النار بحقك يا رحمن ولا تسلط علي أي مخلوق من خلقك بأذن أو شر لأستعيد قوتي بك وسروري وأنسي بذاتك وحبوري بسر حبيبك المنزل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو صلى الله عليه وسلم أول من جاهد في الدين وأجلى ظلام الشك بنور اليقين جزاه الله عنا أحسن جزاء ونفع المسلمين وكل من آمن به إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك اللهم إنا نسألك كما شرحت قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعلمك ومعرفتك وكما أيدته بنصرك وقربك فأيدني بما أوليته من نصرك وقربك وكما أنعمت عليه بحكمتك ورشدك فأنعم علي مما منحته من حكمتك ورشدك واجعلني يا رؤوف يا رحيم مجتهدا في مرضاتك بشرعك متوكلا عليك راضيا بقضائك وقدرك إلهي عاملنا بإحسانك ولطفك يا من يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا إله إلا أنت يا كافي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا إلهي يا رباه يا غوثاه أجرني وعف عني وارحمني واجعل للأرزاق واسعة مسهلة واصرف عني كل هم وغم واجعلني منشرح الصدر برحمتك وعفوك وجودك وكرمك يا أنيس الذاكرين ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بتعظيم تدعيم تقويم دعوتك وبتحقيق غايتك في جهادك وجهاد أنصارك من خيار أمتك وبأمان القرب بنصر الرب لمعونتك فاجعلني اللهم داعيا إلى الخير بالخير لشريعتك وارحم تضرعي واحل العقدة من لساني يفقه قولي وبسر من أعطيته الرسالة فأدى الأمانة وبلغته المراد فجاهد حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد وأولي العزم والسداد ورفعنا لك ذكرك اللهم كما رفعت ذكر حبيبك سيدنا محمد بكلامك وأيته بروحك وسلطانك وشرفته بآياتك فاجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وفرقانا مبينا أسير به على نور من سرك وبحق من جعلته رحمة للعالمين بفضلك وأيته بنصرك وشفعته في خلقك فاجعل لنا التأييد بما يرضيك ويرضيه بحقه عليك وارزقنا بحبه حكما وعلما وبرا ويسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اللهم كما يسرت لحبيبك جهاده فيك فيسر لنا بعطائك نورا نمشي به إليك على بصيرة وهدى وقوة يقين نستعين بها على إعلاء كلمتك مددا من قلبه صلى الله عليه وسلم يؤيدنا في سيرنا إليك مخلصين آمنين ويسر لي يا مولاي جميع أمري وارفع لي قدري واقبل شكري وذكري لا إله إلا الله الملك الحق المبين سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين يا رسول الله خد بيدي أنت جاهي وسندي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم بحق خير المجاهدين في سبيلك وسيد الراغبين إليك وأول العابدين اجعلني من الشاكرين الذاكرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واختم لنا ولإخواننا وكافة المسلمين بخاتمة السعادة يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين انتهى الدعاء وبهذا أحباب في الله نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ببركة وتجليات هذا الدعاء العظيم وهذه الصورة الكريمة أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفاءكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة